اشتركوا في القناة 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 هو الزبادي وخصوصا لما يكون منزوع الدسم كمان لأنه ده بيبقى مهضم فيه كم من الخمائر المهضمة في نفس الوقت عدد ساعات الهضم بتاعته بتبقى مش طويلة أو يزياد عن اللزوم زي اللبن الباري أو اللبن الجاموسي من قطر ما الدسم فيه عالي فبيفضل في المعدة فترة طويلة والتخمر ده وإحنا ساعات الصيام ممكن يعمل تربك معوي بشكل أو بآخر الحاجة التانية أنه لما تيجي تحسبي عدد الساعات المتبقي من بعد المغرب لحد الفجر هتلاقيهم كلهم على بعض يمكن حوالي 6-8 ساعات وده شوية يعني وقت زمني قصير في الـ 24 ساعة لو اعتبرنا أنه إحنا محتاجين نرتب فيه الأكل بطريقة أنه مثلا يكون فيه من ساعتين لأربعة فرق زمني بين كل وجبة والتاني على الأقل يفضل دايما وينصح أن الوجبات في رمضان تكون زغيرة قدر مستطاع بلاش نبقى عاديين قاعدة فطار ناكل يعني كم كبير جدا جدا من الأكل وخصوصا الأيام الأولانية من الصيام طب التقص إيه بقى يا دكتور يعني أنا عايز أخص دلوقتي أنا صايمة تمام وجعانة كويس يعني أنا قلبي مع اللي بيخصه تمام فأبتدي بإيه أن أنا بتدي أجهز معدتي أن ما تاكلش كتير يعني هل أشرب مياه كتير؟ هل أخذ بيتين مياه سخنة زي ما بيقولوا؟ يعني إيه الأسرار من حضرتك أنه إحنا بتدي نجهز معدتنا أنه إحنا ما ناكلش كتير ونقدر نخص يعني نعيشها زي من أول قعدنا على ترابيسة الفطار طيب إحنا اتفاقنا أن إحنا نتكلم على الناس الأصحاء زي ما الدكتور محمد كام يقول الناس المرضى الكلى مرضى الكبد الناس دول ليهم حيثيات معينة يعني إحنا دلوقتي كلامنا عام للأصحاء أولا لازم نبتدي بالسوايل قبل مواد الصلبة لازم أبقى متطمن أنه فيه على الأقل 3-4 لتر مية خلصوا من المغرب للفجر وأنسب وقت وأنسب طريقة نقدر نحافظ بها على كمية سوايل لأن دايما تكون سبقى الأكل مش بتلحقه يعني أول ما المغرب يدن لازم يكون فيه من 2-4 كبات من المية أو أكتر لو تقدر ويكون فيها معها حاجة من السكريات البسيطة زي مثلا تمرية أو 3 أو 5 عدد مفرد زي السنة أو ممكن أكثر سيامي مع المية بكبات عصير بس يفضل يكون عصير فريش من غير سكر ممكن مرة في الأسبوع زي ما اتفقنا من شوية أنه ما فيش معنى أن أنا أشرب مرة أمر الدين أشرب مرة كاركادي أو تمر هندي أعني ما باش حرمان كامل يعني لا لا بلاش يكون حرمان كامل بالزبط الوسط ده يخليك دايما قادرة تعملي كنترول على الكم والكيف باستمرار لأن احنا اتفقنا أن احنا مش عايزين الرجيم يبقى فيه قسوة في الشهر بتاع رمضان اتفقنا أن الرجيم يكون الهدف الأولاني بتاعه أني مش عايز أزيد والهدف الثاني بتاعه أنه يضيف من النتيجة الإيجابية حتى لو كانت من 30% ل 50% من اللي كنت بعمله بره أيام الصيام أو بره رمضان طبعا إحنا فيه ناس بتبتدي أكلها على الصفرة بطبق الخشاف يعني الناس بتحب تاكل أول طبق الخشاف طبعا طبق الخشاف حداك عارفه مالي بالأرسيا والمشمشية وأحيان الناس بتحط مكسرات بندق وعين جمل يعني بيبقى طبق جميع مصمر كده يعني يملأ العين فهل طبق الخشاف ده يفضل أنه هو فعلا ناكله في الأول ولا نخليه بالليل يكون زي وجبة كاملة الساعة اللي بعد المغرب دي لازم تتقسم على قعدتين أول ما المغرب بدن إحنا بنقول حتى بنكسر سيام بنكسر سيام على طبق خشاف زغير أو على كبعية عصير بدون سكر أو على زبادي وتمر لو حبينا وسبقهم مياه بعدها لازم أخذ عشر أو خمسطاشر دي أراحة تماما العشر أو خمسطاشر دي أديل هو مع بالما نقوم بنصلي مع بالما نجهز الصفرة مع بالما بنلم الناس علشان نقعد ناكل المهم الفاصل الزمني للعشرين أو الخمسطاشر دي أديل مش عايز أقولك ممكن تكون مفيدة ديه أولا بعدها تحس أن أنت مش منكبة على الأكل أوي زي ما أول ما المغرب دي أنا أروح أقعد على طول وهاكل كل حاجة مرة واحدة تانيا هيبقى حصل فيه تنشيط للإنزيمات اللي بتفرس من المعدة علشان تعمل هضم بتأني وبشكل مفوش شوق مرة واحدة وبالتالي يلحقوا تلابك معوي فكده أنا بدي الفرصة للجهاز الهضمي بتاعي أنه هو كأنه بيسخب كأنه بيجهزه أنه يبتدي يستقبل الوجب الرئيسي تعرفي دكتور كلامك ده بيفكرني بدراسة أمريكية عملت بيقولوا فيها أن المعدة بتدي إشارة للمخ إن هي شبعت بتاخد من 15 ل 20 دقيقة يعني بيقول لنا دايما إيه لو أنت قعدت كل حاجة الأول وقوم اعمل تليفون قوم اتليه في أي حاجة ورجعتني هتلاقي نفسك مش قادر تاكل لأن على بالما الإشارة توصل مخ بتاخد 15 ل 20 دقيقة فبنكون شبعنا فهل ده يتطبع على نفس كلام حضرتك؟ اللي أنت بتقوليه دايما هو تفسيره العلمي أنه حصل تنشيط الهرمون إلسمو الإنسولين بيتفرز من الجسم بمجرد ما نبتدي نكسر صيامنا بعد عدد ساعات طويلة من الانقطاع عن الأكل الهرمون بتاع الإنسولين ده بيبتدي ينشط ويبتدي يستقبل الجولوكوز اللي بناخده عن طريق الأكل ويحراء وينتج منه طاقة في خلال 15 ل 20 دقيقة فأول ما الفترة الزمنية دي بتحصل وهرمون الإنسولين بيبقى نشط فعلا ويبتدي يحرق الجولوكوز اللي في دمنا بيبتدي الجسم يكون هادي في استيبال الأكل ما بيباشر منكب على الأكل زيادة عن اللزوم عندهش النهام اللي هو تاكل كل حاجة على الترابيز برافو عليك ودائل وعايزة فعلا تعملي الموضوع ده بشكل عامل كتير جدا لأن الناس بيخليهم يعمل الموضوع ده بشكل عامل ألاقي الاتنين واحد فيهم اللي ينكب على الأكل مرة واحدة بيقول لي كالت كتير جدا وما ابتدتش حس أن أنا جعان إلا بعد ما خلصت كميات ضخمة من الأكل وفي الآخر حصل لي تلبك معهم القسم الثاني من الناس اللي خدوا فترة بريك 10-15 ديئة بين كسرة الصيام والواجبة الرئيسية لقوا أنه في الآخر بيقولوا لنا كالمعتاد الصفرة تشالت زي ما تحطت يا دوبك دونا أطمئ من هنا وأطمئ من هنا ولقينا نفسنا شبعانين تماما وقمنا من غير ما نكمل حتى الواجبة الرئيسية اللي كنا معتقدين أن احنا نادرنا كله أيو الله إن فعلا لو إحنا حطينا المبدأ ده ومشينا به إن إحنا خلاص هنمشي على نفس القانون بقى ولا يعني نفس المبدأ السيستم يعني هو السيستم صحي لطريقة التعامل مع الأكل خدي بالك أن إنتي لما بتدي 16 ساعة أجازة لجهاز الهضمي بتاعك بيبقى فعلا متوقف تماما بتبقى المعدة فضية تماما من كل حال دايما يا دكتور أشرف تلاقي مثلا ست البيت اللي هي مشغولة بترس السفرة وبتزبط وجايلها الضيوف وتلاقي حتى لما الأدام بيدا ودخلت سلط وكل حاجة خدت عصير مثلا بتلاقي مثلا عبالما الناس تقعد الضيوف وهي يعني تخدمهم تحط الأطباق وتحط وهي اللي تقطع يعني أنا بشوف والدتي بصراحة بتعمل كده بلاقيها بعد يعني نقعدت حالة مثلا قادي كولي تقول لك أنا خلاص شبعت لأنها مجرد فعلا اتلهت شوية وما كلتش على طول مباشرة خدية العصير مثلا أو الطمر ففعلا السيستم ده حقيقي أنا بشوفه بس ما كناش نعرف أنه علمي يعني كنا بنشوفه دارك في الحياة أن دايما ما بتاكلش ست البيت اللي بتبدل تحط الأكل وترسل أطباقه الحاجة دي بس الناس دول بنخاف عليهم ودائما بنحذرهم من حاجة بتحصل بشكل خبيث جدا الجسم يبيعملها لما بيعودوش يأكلوا فعلا الواجب الرئيسية بيحصل أنهما بيرمروا ما أو بيلاقطوا حاجات زغيرة لحد ما الفجر يدن وده ممكن يقول من الناحة التانية مدر لا بالعكس أنا عايز حريك تقول لها تعودي تاكلي الأكلة بتاعتك حتى لو كان معلقتين شربة وقطعت فراخة ولحمة زغيرة مثلا علشان يبقى اسمك خلصتي واجب الرئيسية فالعقل الباطن بتاعك عارف أنه هو خلص الواجب الرئيسية مش هتطر الرمر وفي نفس الوقت بيبقى فيه فرصة أنه لما ندي أجازة تاني من بعد المغرب لحد ما عاد السحور يبقى الجسم مهيئ أنه هو يستقبل واجبة السحور وهو فاضي تاني فكده احنا عملنا تنظيم غذائي من المغرب للفجر بطريقة تخدم صحتنا وتخدم النشاط بتاعنا طبعا الفترة اللي في النص انت عارفة دايما الفترة دي اللي هي بتاعت اللي بينزل يصلي ترويح اللي بينزل يروح شغله اللي بيعد يتفرج على المسلسلات وقاعد قدامه الأكل والحلوية ودي الفئة الكبيرة على فكرة ما ينفعش ننكر أنه فئة كبيرة جدا بقصد يكمل مسلسلات وكمل دراما في شهر رمضان فأنت بتبقى يا قاعد قاعد ما بتتحركش يعني تخاف تمشي من هنا تفوتك لقطة في المسلسل نعمل إيه في القاعدة دي بقى دي القاعدة المدمرة دي ما فيش مانع أنه يبقى فيه شيء من التنظيم يعني المانع أنه برضو يبقى لي حصة من أنه نتفرج على شوية مسلسلات وشوية تلفزيون بس يبقى في نفس الوقت فيه حصة تانية من الموجود العضلي لأنه دايماً الناس طول عمرها طول السنة بتحافظ على أنها تلعب رياضة مثلاً عشان تحافظ على وزنها السنة كلها بتيجي في رمضان تتوقف تتوقف هي حاجة غلطة يعني إحنا دايماً بنقول أنسب وقت نعمل فيه أي موجود عضلي يخدم أن إحنا نثبت وزننا أو أنه يخسسنا حتى لو حاجة بسيطة هو الساعة لقبل المغرب مباشرة أو الساعات الوسطى من بين المغرب للفجر طيب هي ليه قبل المغرب مباشرة وكمان عايز أقول يعني نوها على الفيسبوك بتقولك كلامك جميل جدا يا دكتور أشرف ودايما بنستفيد به لكن أنا من نوع اللي بحب الأكل جدا يعني نوها بتحب الأكل جدا وبتقولك أنا كنت سمع في الحلقة اللي فاتت وكلم عن بلونة المعدة فهل ينفع ركب بلونة المعدة دي وفرصة في شهر رمضان إن أنا نخس مثلاً 15-20 كيلو هي أوفر ويد 15-20 كيلو فنعرف ليه بقى الرياضة قبل المغرب مباشرة ونشوف البلونة بتعمل في شهر رمضان طيب أولاً الرياضة قبل المغرب مباشرة دايماً لو عملتي رياضة بعيد عن وقت المغرب فممكن نتعرض للإجهاد والنسبة كبيرة من الجفاف ممكن تحصل نتيجة إن إحنا بنعرق أثناء ما بنعمل مجودة العضل نبقى واتلين قوي بعد المغرب أعتقد محدش هيقدر لا قبل المغرب الساعة قبل المغرب لأنه بعدها خلص أنا أخذ دوش بتاعي بقى المغرب بيداً وهقعد أكل وأشرب مباشرة فهرجع تاني نسبة السوائل اللي فقدت أثناء ممارسة الرياضة مباشرة مش هستنى فترة طويلة أو الفترة اللي هي بتاعة الساعة 10-11-12 بالليل مثلاً ممكن أنزل أروح الجام أو أروح نادي أو أتماشى في التراك أو أوف على المشايا الكهرباء لمدة مثلاً 30-40 دقيقة كده أبقى ضمنت أن الدورة دموية بتاعة جسمي اتحركت بعد 16 ساعة صيام فبالتالي حتى لو فيه أي زيادات في الأكل ضمنت أنها الموجودة العضل يساعد في أنها تتحرق بشكل كبير طيب نوها بقى بتحب الأكل جداً بلونة المعدة أنا عايز أقولك عندنا ويت انجليست فظية بلونة المعدة يعني في رمضان من الأشهر طبعاً لأنه أنت عارفة دايماً البلونة بتاعة المعدة بعد ما بتركب زي ما كنا شرحنا قبل كده أنه بيبقى فيها دايماً لها مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية دي بتبقى أول أسبوع أو أول عشر تيام وكده كده أول أسبوع أو أول عشر تيام تقريباً ما حدش بيقدر يأكل بعد ما يركب بلونة المعدة تقريباً خالص طب إيه رأيك يا دكتور أشرف نشوف البلونة ونشرحها أكتر لأن فيه ناس كتير كده زي نوها عايزين يعرفوا البلونة دي بتعمل إيه فإحنا معنا البلونة وهو تفضل حضرت طبعاً إحنا يعني ده فيديو في طريق تركيب البلونة بتاعة المعدة وهي ببساطة بتركب في خلال 3-5 دقيقة وقت بالزبط بيبقى زي منظر الفم بندخل عن طريقه كيس مطاطي صغير جداً بعد ما بيركب أو بيدخل جوه تجويف المعدة بنملاه محلول ملحي معقم البلونة كده بتتنفخ ايه بالمحلول ده وبعد ما اتنفخت بـ 500-700 سنتيمتر أو ملي متر من السائل الملحي بيخرج المنزار برا المعدة وبتظل البلونة دي عاملة امتلاء لمعظم تجويف المعدة طبعاً أنا بعدها بحس أن أنا كايني ديسة أيمن على وجه بتغدى دسمة جداً فأنا قريدي إحساس الجوع بقى تقريباً منعدم عندي تماماً لمدة 6 شهور كاملة طيب دكتور يعني لو إحنا ركبنا البلونة يعني زينوها مثلاً أكيد الأسئلة حتتكاتر في الحتة دي البلونة هل تمنعني أن أنا أكون خاصة في رمضان وتنزلني قد إيه في شهر رمضان؟ يعني أقدر أنزل كام كيلو من خلال البلونة دي في شهر رمضان الكريم بوسي إيمان هو الهدف من تركيب البلونة هو أنه بنشين من عليك عبء الالتزام بنخليك من غير ما تبقي ضغط على نفسك أنت عندك إحساس بأن أنت ما عايزة تزهدي الأكل بشكل عام فهو رمضان كده هو رمضان شهر زهد يعني إحنا بنصوم ليه علشان نحس بالجوع عشان نحس بالعطش عشان نحس وده بيقربنا من ربنا أكتر فهي البلونة بتساعد في كده بلونة المعدة بتديني إحساس بالامتلاء لدرجة أن أنا ما بقدرش أياكل أكتر من 20% من كمية المواد الصلبة اللي بتتمضغ وما بقدرش أشرب أكتر من 30% من كمية سواء اللي كنت متعود أشربها على مدار الـ 24 ساعة فبلاقي أن أنا مش عامل مجهود أن يعمل كنترول على شهيتي طبعا لما بنستخدمها للأوزان العالية الـ 90 والـ 80 والـ 100 والـ 120 والـ 160 كيلو بتبقى طبعا مساعدة بشكل مش قادر أقولك شكله إيه أو يعني لكم قد إيه من المساعدة للحالات دي طبعا أثناء رمضان إحنا كده كده تلتين اليوم تقريبا تلتين إلى 24 ساعة مفهومش تتعامل مع الأكل وشهور يعني مش هنتعب نفسنا حتى يعني مش هنهلك البلون لأن الناس اللي بتاكل كتير طول الوقت فبيبقوا تعبنين أن عندهم على طول امتلاء لكن الرادي إحنا في شهر رمضان صايمين فهتحس حتى يعني تركيب البلونة أريح أكتر في شهر رمضان أريح كتير وفي الآخر أنت ما بتلاقيش نفسك مضطرة أن أنت تضغطي على نفسك في الأكل يعني فعلا لو كانوا بنقول أنه ممكن اليوم كله نقضيب تمراية ومعلقتين زبادي اللي بيركب البلونة ما بيقدرش يأكل على مدار الـ 24 ساعة أكتر من فعلا تمراية ومعلقتين زبادي أو معلقة عصر أبيض ومعلقتين زبادي ويشرب شوية مية وصويل أو عصاير طبعا إحنا شفنا الفيديو اللي هو تركيب البلونة خلع البلونة بقى أو يعني إحنا نشيلها تاني من المعدة إحنا طبعا برضو معنا الفيديو نشوفه مع بعض برضو بالمنظار بالمنظار أحيانا الدكتور أشرف يعني بيبقى فيه ألأ سنة من قصة المنظار يعني إنه يبقى ينقل فيروسات يعمل ميكروبات كان زماني الكلام دا دلوقتي المنظار اللي بيستخدم منظار غير قبل مش مسامي وبالتالي يعني حتى طريق التعقيم وتجهيزه سهلة جدا الموضوع بيأخذ حوالي ثلاث دقائق وقت زي ما نفحنا البلونة طبعا البني آدم اللي بنشله البلونة ده المفروض أن احنا نكون متوقعين أنه خس من 20 ل 60 كيلو من 20 ل 60 كيلو من 20 ل 55 أو 60 كيلو في ناس وصلت ل 68 كيلو في خلال ست شهور يا 70 كيلو ده كتير قوي طبعا عشان كده مجدية إحنا كده خلاص شلنا المحلول منها بلزبط فضينا المحلول من البلونة بقى كيس مطاطي زغير تاني وبنمسكه بملقاط زغير كده وبيطلع برا المعدة تماما وكده المعدة رجع تاني فاضية زي ما كانت طيب دكتور هل المعدة ما بتاخدش الحيز الكبير ده؟ يعني أنا دلوقتي نفختها ببلونة يعني لو بنتكلم بالعمي أكيد في ناس برده قولك إيه طب ما هي مسأة نفخت بقيت زي البلونة شلت أكيد المعدة خدت وضع البلونة كنت أخيري كنت سألت السؤال ده لأنه عايزة أقولك بيتسايل في اليوم مثلا مئة مرة بوسي إيمان لازم الناس تبقى فاهمة ويتتتخيل يعني إيه بلونة المعدة المعدة نفسها كيس قبل للتمدد وقبل الانكماش على حسب ما احنا بنعوده اللي بيعمل الرجيم بيعمل إيه؟ بيفضل يضغط على نفسه علشان يصغر حجم معدته شوية بشوية بشوية الحد ما فعلا المعدة بتصغر وبتقبل بعد كده أن هي تعيش بألف سعور حراري مش بأربعة تلاف سعور حراري زي ما كان وهو ده اللي تتخيل حسب التعود إحنا لما بندخل بلونة المعدة جوه الجدار أو تجويف المعدة بتدي فرصة إن المعدة تفضل تنكمش على البلونة وحدة وردتانية أو يعني تدريجيا لحد ما يخلصوا ستة شهور في الآخر الناس وده الوصف اللي أنا بسمعه من الناس أو اللي إحنا بنسمعه كأطباء معالجين يعني أنا بايت حاسس إن بعد ستة شهور ما يخلصوا بايت حاسس إن معدتي معدتي طفل عنده خمس سنين مش معدت حد كبير بالغ بياكل خلاص تعودت بقى آه يعني تعودت أن أكل وجبات سغيرة لأنه بقى له ستة شهور السلوك الغذائي بتاعه اتغير عقله البطن بقى مستسلم إنه هو لو متين بيقدوني طول اللي 24 ساعة وبقى جسمي بيعتمد على إنه هو ياخد الطاقة بتاعته كلها من المخزون بتاع الدهون الموجود عندنا مش بيعتمد على الأكل كما وكيفا بشكل كبير مبالغ فيه سواء كان في الكم أو في الكيف باستمرار دكتور أشرف هل مثلا ما فيش حالات اللي ركبت بلونات رجعت مثلا قلت لك أنا مش عايز أشيله بعد ستة شهور أنا عايز أفضل سنة ولا لازم يتشيل بعد ستة شهور أنا عايز أقولك إن كل اللي بيركبوا بلونة بيعادوا نتخانق معهم يا جماعة لازم تيجوا تشيلوا المعادة بتاعجوا مش عايزين يشيلوها هال خطر إنهما يسيبوها برضو لأن في ناس مركبها بلونات دوقتي يتفرج علينا هال خطر يسيبوها ولا لازم يشيلوها في ستة شهور علميا كل الدراسات قالت إنه من الآمن على الناس ومن الآمن على المعدة وعلشان ما يحصلش أي نوع من أنواع الاتهابات أو أنه المعدة تفضل فترة أطول من المعدة الصح نها ستة شهور في بعض الستثناءات يعني فيه ناس خلصت الثلاثين أربعين كيلو اللي عايزة تنزله ومسلا قبل ستة شهور ما تخلص فدخلنا في شهر الرابع أو الخامس شنها أو الثالث قبل كمان ستة شهور بعد ساعات فيه بعض الناس بيبعندها ظروف سفر يعني ما بتبقاش موجود مثلا فما بيتحسر لها شوية بره مثلا البلد تلاقي حد من الأطباء المعالجين يشيلها فبتستنى شهر بتستنى أسبوعين بتستنى شهرين يعني مدام ما فيش مشكلة ممكن نمط المدة بتاعت بقاء البلونة داخل تجويف المعدة فترة صغيرة بس مش بشكل مبالغ فيه إنما الصح وده اللي بنعمله لناس كتير خصوصا الناس اللي أوزانها كبير إنها مثلا ممكن يكون مطلوب إنها تنزل 60-70-80 كيلو ونزلنا أول 30-40 كيلو مثلا في أول ستة شهور وبعدين بيجي بالاتفاق طبعا بيطلب الحالة إنها عايزة شيل الأديمة وحط واحدة جديدة لأن أنا لقيت إنها ساعدتني كتير وعملت منها حاجة ما كنتش بعرف أعملها على مدار سنين كتير جدا فسعيتها بندخل في نفس الوقت بنشيل الأديمة وبنحط له واحدة جديدة فبتبقى المتيرية لسه فراش ما منخفش إنها تبقى قدمت جوه المعدة ويحصل إليها إنها تعمل أي احتكاج زيادة أي التهابات في جدار المعدة طيب دكتور داليا على الفيسبوك بتقول حضرتك إنها والدتها أوفر ويت 40 كيلو وبس هي عندها الكبد والسكر تمام فهي نفسها وما بتقدرش تمشي على حد قولها بتقدرش تمشي طوال تمام فهي عايزة تركب لولدتها بلونة المعدة بس في نفس الوقت الآن هل ينفع وهي عندها السكر والكبد تركب بلونة المعدة وهي ما بتمشيش وما بتتحركش فهتخصها قد إيه خلال شهرين ثلاثة تمام هو ما فيش أي موانع ده خلينا نسأل بقى سؤال معلش آه موانع يعني فيه أمراض معانا تمنع تركيب بلونة المعدة ما فيش أي موانع خلينا ما نركبش بلونة المعدة لأي حالة صحية سواء كانت حالة كبد أو سكر الحالة الوحيدة اللي يمكن بيبقى عليها شوية محزير الناس اللي عملوا أي عمليات في المعدة نفسها يعني تجويف المعدة نفسه حصل فيه أي عمليات سواء كان عمليات تدبيس معدى مثلا أو تحويل مسار يعني أي نوع من أنواع تغيير الشكل التشريحي الطبيعي اللي ربنا خلانا بيه للمعدة ده بيخلينا نمتنع عن تركيب البلونة لأنه ده بيبقى فيه خطورة على المعدة نفسها إنما غير كده سواء كان مرضى الضغط مرضى السكر مرضى كوليسترول كبار السن قوي يعني أنت يعرفها الناس اللي 60 و 70 و 80 سنة ما نقدرش نعمل لهم مثلا نشفت دون يعني ده بيبقى كبار قوي على أن نعرضهم لحاجة زي كده ما نقدرش نعمل لهم حاجات تانية جراحية كتير فيها جراحة فيها مشرط لأن عندهم المناعة بتبقى قليلة وعندهم تبقى مشاكلهم أكتر بصد خصوصا لوهم كمان مرضى ضغط مرضى سكر فدول بيبقى خايفين عليهم جدا ومنها من الحاجات اللي هي البلونة بتاعة المعدة لأنها حاجة بتساعدهم قوي في أنهم ما يحسنوا الكنترول بتاعة الشيء بتاعتهم مع الوقت بيترفع معدل الحرق بتاعة الجسم تدرجيا لأنه بيعتمد بشكل متدرج على أنه ياخد الطاقة بتاعة الجسم اللي محتاجها من المخزون بتاعة الدهون مش عن طريق الأكل اللي بيتاكل في الفضار والغداء والعشر طبعا عايز بس أرجع تاني وأكد أنه أثناء رمضان تركيب بلونة المعدة في من الحاجات السهلة جدا عادة نحن طبعا بنعملها بعد الفطار مش قبل الفطار مش وحن صايمين بتبقى بعد في ساعات الفطار هي ما بتبقاش ببنج كلي ولا حاجة لا لا خالص حاجة بتاخد 3 ل 5 دقيقة وقت يمكن فيه ستريك كده في الحنجرة بنستخدمه بناخد حاجة في الوريد حاجة اسمها ريلاكسنج أو يعني حاجة مهدئة ما فيش إقامة إحنا يعني مجرد الموضوع بياخد دقايق وبعدها قدر أنزل أروح على البيت وأكمل يومي عادي خالص وأصحى تاني يوم صايم وأكمل يومي عادي تمام طيب هل للبلونة أي أثار جانبية؟ السؤال اللي لازم نسأله طبعا طبعا لازم نسأل أو لازم نبقى متأكدين وإحنا دايما بنحب أي حد بيعمل حاجة النهاردة إحنا مفروض يعني أن احنا بننمي الثقافة الصحية بتاعتنا ما فيش حد دلوقتي يعتقد أنه بيبقى تجيب دول من الصيدلية إلا لما بيفتح العلبة الأول يرى بمفلت ويبقى طبيب نفسه ودي حاجة كويسة إحنا بنحاول دايما نشجع الناس أنها تبقى فهمة كل حاجة بتعملها شكلية بلونة المعدة من الحاجات اللي هي يصلح أنها تتعامل من فوق سن 12 سنة يعني يبتدأ من سن 13-14 سنة ينفع أن نستخدم بلونة المعدة لأنها ثبت أنها حتى لا تويق النمو الطبيعي في أسناء طور النمو ينفع أن نعملها للناس كبار سن جدا حتى لو عندهم مشاكل صحية ما فيش أي حاجة بنبقى خايفين عليها من بلونة المعدة الحاجة يمكن الوحيدة ودايما بنحاول نوضحها للناس المرحلة الانتقالية بتاعت أول أسبوع لو لو ضغطت على نفسي زيادة في الأكل ممكن أرجع شوية لو أكلت أكلة دسمة ممكن يحصل لي شيء من الحموضة طبعا إحنا فيه حاجة اسمها روشيتة روتينية بنكتبها لكل الناس اللي بيعملوا بلونة المعدة سواء كانوا استخدموا جزء منها أو استخدموها كلها أو ما استخدموهاش خالص لو أول يومين ثلاثة روح حسيت بحمودة أخد حاجة للحمودة حسيت بمغصة صغيرة أخد حاجة للمغص حسيت بالانتفاخ أخد حاجة للانتفاخ مع بالما يحصل لي المرحلة الانتقالية تعود بالضبط تعود الملونة لو حتى ركب درس أو طربوش أو أي حاجة في سنانه مجرد برضو أول أسبوع بتحس أن الواحد مش متعود عليه لكن بعد كده بيبتدي التتأقلم تدريجيا بالضبط هي مرحلة الانتقالية دي حذرك عارفها بتبقى شوية عدد أيام محدودة تبقى من أول يوم لحد عشر أيام مجرد المعدة بتتأقلم أن دي وجبة مالئة جواها كانت المعدة متعودة أن أي وجبة مالئة تفرز عليها شوية إنزيمات وتعمل انقبضات بسيطة كده وتخرجها بتاعت تحس أن في وجبة مالئة ما تتضمش وتفضل قاعدة جوه المعدة فترة طويلة فستسلمت المعدة الكثير هو إجباري الواحد فعلا ما بيقدرش يخص غير إجباري لكن لو إحنا الواحد شوية خيرتني مثلا أنت بروح لعب اليادة فهكسل أنا لسه هروح في الزحمة وانزل وركن وادخل الجيم وخلص يعني الموضوع بيبقى برضو الشوارع مصر في حدوك زحمة طول الوقت فالواحد بيكسل أحيان غير ما يكون بقى مصر يعني عنده إسراء أنه كل يوم يروح الجيم وأحيانا مكلف مش كل الناس ومش كل فئات المجتمع تقدر تدفع 2000-3000 جنيه في الشهر عشان يلعب جيم بالضبط والمساحات كمان إيمان مختلفة أكثر يعني المساحات هي أنت تيجي بملو إرادتك وتقول لهم احبسوني لمدة شهر عشان أخذ لا أنا هحبسك بس وانت فيتك إجباري يعني البلونة دي بتخلي الواحد إجباري ما يكلش يعني تروحي شغلك وتنزلي تفسحي وتعملي كل حاجة بس الحبسة هنا آه يعني وبعدين هتتعود يعني أنا فعلا بشوف ناس خلاص يعني أنا مثلا تقول لك حتة تقول لي لا ما أقدرش لو كلتها هتعب خلاص أوتوماتيك المخ حتى بيبع عنده إشارات أنه لو كلت الحتة دي ممكن تتعب طول اليوم بزرط فأعتقد أن ده يعني أن ما فيش جراحة وما فيش مشرط وما فيش أي نوع من أي خطر ولا أي سايد افكت فأعتقد أن البلونة دي هيلة وبعدين كمان الأحلى والأحلى أننا دلوقتي عندنا نسبة أطفال عالية جدا في مصر مصابة بالسمنة جدا ما كناش بنشوف ده دكتور أشرف يعني إحنا كان دايما أهلينا وإحنا كنا نفضل بص ابني ما بيكلش بص ابني الفيح يزغطونا نفضل الآن تزغط لكن دلوقتي بقى فيه يعني بقى فيه إكستريم في الشعب المصري يعني دايما دلوقتي تلاقي أمهات كلها بتشتكي في أي مجتمعات في الكوافر في النوادي في أي مجلس تلاقي أطفال أسفدي بالك يا إيمان لأنه دايما يعني الأطباء التغذية دايما عندهم مشكلة في الموضوع ده أنا كتير جدا يعني الناس بيجيبوا أطفال سن 9 سنين و 8 سنين و 10 سنين وبنرفض أن إحنا نستقبلهم لأنهم ما بيبقوا صحاء المشكلة كلها أن اللايف ستايل بتاعهم متعود أن هو يبقى غلط الولد يعني وعي على الدنيا قاعده ده من اللابتوب أو الكمبيوتر ساعات كتير جدا بيلعب جيمز لو خرج بره بيأكل جانك فود مشكلة عندنا ده بقى تي أس بي والآيباد السعودة بكل أنواحها ودي بتبقى مليانة يعني سكر عالي جدا جدا طب دكتور فيه برضو أنا يعني أنا كل ما نعط في مكان يقولك المياه الغذية طبعا مش عايزين نذكر أسماء شركات لكن مليها الغذية عموما بجميع ألوانها وأشكالها يرجع واحد يرد يقولك إيه طب ما إحنا كنا زمان لو تفتكروا كده من إحنا صغرين كنا بنشرب فيها ليل ونهار وما كانش لا بيحصلينها شاشة عظام ولا كان بيحصلينها كل ده إشمعنا دلوقتي سؤال برضو أنا أقبس قدامه عجزة بصراحة خلينا نبقى مفرعين بين حاجتين استخدام السودة زمان ما كانش بالكسافة بتاعت النهار ده أبدا يمان إحنا يعني كنا الصودة دي لما كنا أنا على حسب أنا لما أفتكر يعني ننزل نشتريها من السوبر ماركت أو من كشك يعني ما كانش عادي بعدين كانت غالية وليه كنا بنجيبها في المناسبات وكنا بنجيبها في المناسبات لما يكون عندنا ديوف بالضبط دلوقتي ما فيش بيت ما فيهوش صندوقين ثلاثة يعني لا إحنا استخدامنا للحاجات دي أصبح مضاعف جدا بقى بإفراد زيادة عن اللزوم الناس دلوقتي تعودت أن دايما أي أكلة لازم يكون المشروب اللي فيه صودة أو مشروب غازي موجود جنب العاكل وده بيضاعف نسب الامتصاص أكتر وبالتالي بيزاود نسبة السمن أكتر الحاجة الثانية والمشكلة اللي احنا اكتشفناها حديثا أن الصودة من الحاجات اللي هي بتمدع امتصاص تقريبا أغلب أنواع المعادن وده اللي خلى نسبة كل الشباب الزغيرين دلوقتي عندهم تسويس في أسنانهم بدري السيدات اللي في منتصف رامبرو طالع عندهم مشاشة عظام وقبل كده ما كناش من اسمها حاجة اسمها شاشة عظام وما إلى ذلك من المشاكل اللي هي لها علاقة بطريقة الاستفادة من الأكل اللي احنا بنكله طب أنا عارض معلومة عن ناتي يا دكتور أشرف أن المياه الغازية دي بتعمل وسط كبير يعني البنات بيبقى منها ما عندهاش وسط كده نحيف زي زمان علامات الأنوسة لا بتخلي الوسط عريض هل دي حقيقة؟ الحقيقة فيه كذا عنصر بيأثروا في موضوع تراكم الدهون في محيط دائرة الوسط طبعا أولهم عنصر الهرموني يعني الأكل بتاعنا واستخدام الهرمونات في الدواجن مثلا أو في الأكل بتاعنا المواد الحافظة كل دي بتعمل لخبطة هرمونية بشكل أو بآخر بتساعد أنه دايما تكدس الدهون يكون في المحيط بتاع الوسط شارك في كده كمان وفيه ترسات عملت على الموضوع ده أنه تغيير القريطة بتاعة توزيع الدهون في الجسم بيساهم فيها أنواع كتير جدا من الأكل السلبي اللي بنسميه أكل سلبي دلوقتي ومن ضمنهم المشروبات الغازية فلاوا أنه لما عملوا دراسة على مجموعتين مجموعة بتستخدم المشروبات الغازية بشكل يومي مجموعة ما تستخدمهاش خالص لاوا أنه تكسافة الدهون في محيط دائرة الوسط تحديدا بتبقى أكتر عندهم أنا عايزة أقول لحضرتك أنه لما بنعمل تحليل العينة عشوائية من المشروبات الغازية بنلاقي أنه نسبة السكر اللي فيها من أول تسعة لحد أربعتاشر معلقة سكر في كل كان أو كل علبة من العلقة بتاعة المشروبات الغازية فطبعا إحنا حتى فعلا تلاقي البنات الصغيرة دكتور أشرف تلاقيها مثلا بنت عندها 12 سنة 14 سنة 15 سنة تلاقي مفيش وسط تلاقي البنات دلوقتي مربعة بجد أنا بشوف في النادي كم البنات اللي أنا بأزعلانة وعايزة وبروح أتكلم ماميتها وقول لها لا لا ما تسكتش عليها دي في مرحلة مراهقة يعني أنا بحاول دايما إحنا لدينا دور طبعا طبعا نتكلم أنا في لايف كلانيك وبتكلم في أي مكان بكون قاعدة فيه طبعا فبتقولي أنا مش عارف أعمل عليها الكنترول بتاكل طول الوقت حاجات مقرمشات وزيوت والحاجات المياه الغازية والصودا فبقول لها لا يعني بجد البنات زمان كنت تلاقيت ده صحيح ده يعني قلة المنجود العضلي طبعا نضيفي على الحاجة بتقوليه أنه يعني حتى النادي دلوقتي لما مندخله مندخله عشان نقعد مش مندخله عشان نعمل رياضة زمان النوادي كانت بتاعت رياضة بس يلعبوا كورا يلعبوا بسكت يعني فعلا دلوقتي بقى ملتقى إنه هو الناس تصحاب بعض ويقعدوا يتكلموا ويشربوا ويأكلوا بالزبط بالزبط فيعني هو بس اللايف ستايل بتاعنا من سنه صغير لو تعودنا أنه هو يكون مظبوط مش هنلاقي عندنا المشكلة دي النوادي زي ما هيك بتقولي زمان كان نوادي رياضية وكان المبنى الاجتماعي ده بيبقى حاجة صغيرة كده في النص حاجة بسيطة دلوقتي النادي بقى كله مبنى اجتماعي والنشاط الرياضي هو اللي بقى صغير حتى ده بيه فضائل برضو بالزبط يعني طبعا دي واجبنا أن احنا نعمل التوعية دي للأطفال النداء طبعا نداء قوي جدا عايزين نظام دايت في رمضان بس أنا مش عارفة بقى إحنا إن شاء الله يعني كل حلقة نعمل نظام لفئة معينة يعني خلينا النهاردة نتكلم على دايت للأصحة يعني اللي ما فيش سكر وما فيش ضغط وما فيش حاجة للبنات اللي من فوقه في سن 25 سنة دايت يعملوا ايه طول شهر رمضان كده أكلاتهم تبقى زيب طيب خلينا نقول مثلا أول ما المغرب يبتدي احنا اتفقنا أنه بيبقى فيه من اثنين لأربع كوبات ماية بيتشربوا وبنكسر صيامنا على حاجة من السكريات البسيطة أو السكريات الأحدية زي مثلا ممكن نستخدم بلح ممكن نستخدم كوبات عصير من غير سكر أو نص كوبات خشاف مثلا وبرضو تكون مش متحلية اتفقنا أن احنا فيه ربع ساعة فاصل هنقوم نصلي ونحضر الصفرة ونضيع شوية وقت كده وبعدين نبتدي ناكل الواجبة الرئيسية بتاعة الفطار ما فيش مانع أن احنا نبتدي بشربة بطبق شربة زغير سواء كان شربة خضار ممكن يكون شربة لسان عصفور بس ما يبقاش لسان عصفور هو الحاجة السبتة كل يوم يعني ممكن يوم كده ويوم كده مثلا وأحيانا كمان اللي عاملين بلونة واللي برضو يعني بيحبوا يعملوا يعني شربة خضار مضروبة في الخلاط ده صحيح اللي عاملين بلونة أساسا أساسا مش هيقدر ياخدوا المرحلة التانية دي وما بياخدوا كوباية العصير وستوب على كده الحد تاني يوم بعديها فيه طبعا استخدام ممكن نبتدي ناخد حاجة من الحصص البروتينية سواء كان الفراخ أو اللحمة أو السمك طب لازم تبقى مشوية يعني الناس اللي بنقصد أن احنا نقلل وزنهم فطبعا يفضل أن هي تكون مشوية أو مسلوقة أو على الأقل بدون إضافة زيوت أو دسل الناس اللي بيحافظوا على الوزن ممكن أو يعني في مرحلة التزبيت ممكن نسمح لهم بمعلاقة زيت دورة أو زيت زاتون يتجهز بي الأكل أو يتحط على حتى طبق الصلطة طبعا بين الفطار والسحور دي المرحلة اللي هي الخطر زي ما كنا بنقول من شوية اللي هي عايزين نقنن فيها استخدام الحلويات الرمضانية اللي عايز يخص يعمل إيه إجباري في المرحلة دي اللي عايز يخص يعمل إيه إجباري ما بين الفطار والسحور مسموح لأنه يأخذ سناك تتكون من 2 إلى 3 سمرات فكهة ممكن يأخذ كمية مفتوحة من الخيار والخص ممكن يأخذ كبشة إيده لوز مثلا أي أنه كنت عايزة كلفة المكسرات أخبارها إيه ممكن بس مش المحمرة ولا اللي هي مملحة زيادة اللي هي بدون ملح كسرات العادية خالص طبعا وجبة السحور إحنا بنفضل جدا أنه دايما كل ساعة لساعتين يبقى فيه استخدام لكوبايتين لأربع كوبايت مية على الأقل لحد ما يجي وقت السحور وقت السحور لازم يبقى فيه حاجة زي كوبايت زبادي إذا قلنا منتجات ألبان بس خالية تتنسم ممكن نستخدم فول ممكن نستخدم بيد ممكن نحط في السحور بتاعنا قطعة جبنة ينفضل أنها تبقى جبنة أريش عشان دي هي أو الزبادي يعني عيش سن ولا عيش عادي يعني دايما مشكلة العيش السن هنتفق بس على اتفاق لو هناكل عيش أو رز أو مكرونة في الفطار مش هناكله في السحور ولو كنا في السحور مش هناكله في الفطار تمام إحنا عايزين الاتفاق ده يكون عام لكل فئات الناس لكل فئات الناس لا يوجد داعي للإكثار من حصة النشويات يعني يهما نص الغيف مثلا في اليوم يهما خمس معلق رز أو خمس معلق مكرونة كفاية جدا عايزين برضه نقول أنه ما فيش مانع أنه كل أسبوع يكون فيه عندنا يوم فري أو خلينا نقول واجبة فطار فري خصوصا لو إحنا هنتعزم عنده أرايب هنتعزم عنده أصدقاء يوم ناخد فيه واجبة فري براحتنا سواء كان في واجبة الفطار أو في واجبة السحور زي ما قال دكتور محمد في بداية الحلقة قالك هو راح فنش سمك في شهر رمضان بالزبط يعني ليه الناس ما بتكونش سايح سمك في شهر رمضان ده ده مفهوم خاطئ جدا جدا وأنا عايز أقولك أنه المنتجات الأكلات البحرية بشكل عام في رمضان من الحاجات اللي بالعكس إحنا بنحب إن إحنا نكتر منها يعني على الأقل في الأسبوع من مرة لمرتين يكون فيه سمك أسماك أو يعني سيفود بشكل عام طيب أنا عايز أعرف فقط لأن دايما بشوف اللوز فعلا زي ما قلت حضرتك دايما في نظام أي دايت ليه اللوز يعني ليه مش عين الجمل ليه مش البندق يعني اللوز ده إيه الخصائص الغذائية بتاعته وليه دايما بيتوصف في الدايت اللوز يعني مشهور جدا في الصينين اللي فاتت أنه تعمل عليه الدراسات أنه فيه وخصوصا للسيدات وخصوصا كمان للسيدات اللي هم في مرحلة انقطاع الدور الشهرية لأنه لون ده بيعمل عملية تعوضية في الهورمونز اللي بتقل في جسمهم وبالتالي ما بيحتاجوش أنه هم ياخدوا بديل هورموني بشكل كبير أو كيميائي الحاجة الثانية اللوز ممكن نعتبره لو إحنا خدنا كبشة إيدينا اللوز أو يعني حددناها بسبع اللوزات مثلا دي ممكن نعتبره بدل السناك يعني بدل مناخد السناك يكون فيها كنافة وأطايف كل يوم كل يوم الماني أننا أخد السناك بتاعي فعلا يكون سمرة أو اثنين فكهة وخياره خاص مثلا وكبشة إيدي من اللوز ده دي حاجة مشباعة جدا بتفضل في المعدة كم طويل لأن اللوز بيحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين وبالتالي هو بيخلينا نشبع بيحسسنا بإحساس الشبع والفترة زمنية طويلة بس يعني برضو الكم يعني كم قد إيه؟ مش بأفراد نحن بنقول سبع لوزات أو كبشة إيدينا سبع عشرة يعني أقصى حاجة مش عايزين أكثر أصلي ممكن مثلا إيه تلاقي مثلا ماشية طول اليوم في الشنطة فيها لوز فتقولك الدكتور وصف اللوز اثنين كيلو لوز كل يوم يعني بيحصل الكلام ده بنشوفه كدير بنأكد يعني سبع عشر لوزات ماكزيموم في اليوم بالضبط ده الماكزيموم والصحور بقى قولنا زبادي زبادي حاجة من البروتينات يعني باعتبر أنه ده آخر وجبة مش عايزين يكون فيها أي نوع من أنواع الدسم ولا عايزين يكون فيها كم من النشويات زيادة عن اللزوم لو إحنا كنا واخدين عيشة أو رزة أو مكرونا في الفتار ما فيش داعي نقررهم تاني في السحور واحدة منهم هي اللي يكون فيها حصة النشويات وده يكون كافي جدا وكده يوم كامل أو نظام غذائي ليوم رمضاني كامل يعني مشبع إن شاء الله هيخلينا دايما نحافظ على الوزن لو معها شوية رياضة كمان نقدر نخصه ونخصه كويس كويس كمان طيب إن نصائح العامة دكتور أشرف في نهاية الحلقة نقدمها لكل مشاهدينا في شهر رمضان يعني من دكتور تخصيص متخصص أولا لو خلص رمضان وإحنا مش زايدين فده مكسب كبير جدا جدا نمرة اتنين ما حدش ينسى إنه يشرب مايا كويس نسبة السوايل لو قلت أثناء رمضان هيحصل لنا الكثير من الأعياء وكثير من التعب وحس إن أنا مهدود ومش هادر أروح شغلي ومش هادر أمارس حياتي بشكل طبيعي لازم نهتم بشرب المياه كويس نمرة ثلاثة أستمتع يعني رمضان إحنا كل أعدات مع الناس وكل أعدات مع الأقار أستمتع بأعدتي مع الناس مش بالأكل اللي جوه كل أعدا ما ننتظرش إنه في كل يوم ممكن أخذ حلويات مش لازم كل يوم يعني أدوس في الأكل الدسم زيادة عن اللذوم يعني يكون الحاجات دي مقننة إنما ما نتحرمش منها أبدا طيب في مشروبات بتساعد على حرق الدهون يعني يعني إحنا طبعا في شهر رمضان ما أحلى العصاير الطبيعية والحاجات اللي إحنا ما بشوفهاش غد في شهر رمضان زي الخروب زي الدوم زي الكركدي اللي هي الحاجات بجد ما بشوفهاش عطارة بيزة الفطار غير في شهر رمضان دايما إحنا صودة وغازات ومياه الغازية يعني مش غازات ومياه الغازية لكن إيه المشروبات الصحية الجميلة اللي منجبها من عند العطار اللي بتفيد على حرق الدهون شهر رمضان زي ما أنت قلت كده زي ما أنت قلت كده يا مان التمر هندي والدوم والخروب والعير قسوس يعني معروف جدا العير قسوس ده يعني الموسم متاعه في رمضان لأنه بيخلي الجسم ما يفقدش السوائل اللي بيتشرب بسرعة يعني بنحاول الكلام ده برضو يكون بحذر وباستخدام السكر الدايت في أبعد حدود دكتور أشرف قورة استشارة تغزية واسمنا وانا حافا كل سنة وانت طيب ورمضان كريم انت طيب يا فاندم الله أكرم ربنا خليكي مرسيه نورتنا وشرفتنا وقفتنا ربنا خليكي مرسيجي شكرا يا دكتور المشاهدين كل سنة وانت طيبين ورمضان كريم وكل يوم هنقول كل سنة وانت طيبين ويرب كل الشعب المصري طيب ومتصالح مع نفسه ومع كل اللي حواليه أشوفكم بكرة على خير وكل يوم معاكم لايف تلينك من ساعة 2 لساعة 3 دايما على قناة النجو ناي لايف